ماذا ستفعل لجنة الانضباط فيما يخص واقعات حسين الشحات تواصلنا مع أحد مسؤولي لجنة الانضباط وقال لنا التالي بما أن حسين الشحات اتخذ هذا الموقف والصورة جابته فتلقائل لجنة الانضباط هتاخد موقف ولكن بما أن حسين الشحات بعدها مباشرة اعتذر لللاعب وظهرت أيضا الصور أن اللاعب تقبل الاعتذار فبحث بلجنة الانضباط فهنا اللاعب تقبل اعتذار حسين الشحات والموضوع خلص عند هذا الحد طيب إمتى لجنة الانضباط تتدخل بقى بعد الموقفين لجنة الانضباط تتدخل إذا اللاعب قرر يشكو حسين الشحات هنا تتدخل يعني مثلا راجل دلوقتي قبل الاعتذار روح البيت قال لا أنا قبلت الاعتذار دي أنا رجعت في كلامي فراح أقدم شكوى لجنة الانضباط ساعتها لجنة الانضباط تنظر في هذا الأمر ولكن بحسب موكيلة لنا من لجنة الانضباط فلا نظر لهذه الواقع بما ان اللاعب ارتكب الفعل وبعد كده اعتذر عن الفعل ومن ارتكب ضده الفعل تقبل لاعتذر دي الحكاية بتاعة لجنة الانضباط